ميد راديو لا راديو ميد ميد راديو الرياضة تساوي العذاب عند الناس شنو يمكنك تقول للناس في هذه الصورة هادي مقارنة مع لأن الرياضي هو رياضي العمل دياله رياضة فبسالي كيتمتع هو كيتريني هو كيتدرب عنده واحد لوجيكشيف الانسان العادي كيفاش نقدره أننا نوعا ما نوجه التفكير دياله توجه الرياضي المحترف نعم أول حاجة ماشي بالضرورة نمارس الرياضة الاحترافية ثاني حاجة غادي نشرح وشنا هما المنافع هدوك المنافع الواحد غادي يدفعوها أنه يمارس الرياضة إلا اليوم قلت لك إلا خرجتي تمشيتي تسد المرات في السيمانة شوية لك اليوم المشكي اللي كان هو أنه كان فرضو على الناس بزاف ديال اللي حواش بوحد طريقة اللي هي بخفت وهنا فين كال الغالات مثال غاتمشي عند طباب ولا غاتمشي عند أخي الصائي غيقول لك سكدر يجي متمارس الرياضة لذلك المرات في السيمانة ودير 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 هدو الإنسان مني كي بغي يدير واحد تغيير ما يمكنش يديرو دقة وحدة لأنه غي يديرو سيمانة جوج ماكسيمون شهر وغادي يحبس نوك هنا الخدمة فين كتكون كتكون على تغيير العادات شوية بشوية إلى اليوم ما كان مارس الشرياضة هاد سيمانة ما مارست الشرياضة سيمانة اللي مرات مشي تغير مرة في السيمانة راه دا نجاح كبير بالنسبة ليا نوك تغيير خصو يكون تدريجيا ولوديسكو خاصو يكون غسروا ما خسناش نخلعو الناس ونأبليجيهم ضروري يديرت لسا دلمرات في السيمانة يا ما تديرش رياضة خطأ كلنا عدنا التزامات كلنا كتكون عنا شي فترة اللي كي يكون عنا فيها دي بخيوغيتي شي حواج اللي أهم من حواج اخرين دونك الوبجيكتيف هو التغيير شوية بشوية مني كتمنح المريض ولا المريضة ولا الباسيون ولا الباسيونت تغيير بطريقة اللي هي بسيطة وتقول لكم باني في هذا التغيير فهناك يقول لي جيه سهل لما يمشوز في النسبة للتغذية ولكن في الرياضة مشي إنسان لي معمروا مدى الرياضة غادي ينجي ونأبليجي وينو يدي الرياضة برياضة المقاومة ولا شي حاجة اللي مدت لسا د المرات في السيمانة صعيب بالنسبة لي نونك خاصني لمشي تدريجيا ومني غادي تشوف المنافع اللي عند بار اكزمبل المشي اللي هو الموضوع دي الحلقة دينا على الجسم ديلك غا تولي منك لراسك غا تخرج تمشي لأنه غا تحس براسك مزيان غادي تحس بالتغيير اللي غا يكون عندك في العضام في العضالات في النفسية هذي جانب مهم مهم بزف هو التأثير دي الرياضة المشي على النفسية دينا ومني غا تولي تحس براسك مزيان اوتوماتيك مو غادي تخرج تمشي نعطيك مثال بسيط نقدرون نهضرو فيه على العموم الحمام بار اكزامل حمنا واحد كي عقز على الحمام ما يبتاك يمشي عاد كيقول الله جاب الله مشي تحس باتر نفس المسألة يعني انه كين واحد شوية ديال انضيبات اللي خصو يكون وليس لها موتيفاسي لان الموتيفاسي كاتبشي وكاتبشي في الوقت ندوك نضابط نقول مع راسي راش في بخوك غيسي في الرياضة ولا شو بخوك غيسي في المشي يتقدم في الخطوات بشوية علية ومني غا تولي تحس بدك تأثير لإيجابي على الجسم ديالكو على النفسية فغا تولي تمشي بواحدة كنت اللي غا تقلب على الرياضة